اعترض عدد من الشبان في بلدة ياطر قوة من اليونفل كانت تقوم بدورية روتينية وانتزع بعضهم هاتفا من أحد عناصر الدورية وعلى الفور تدخل الجيش وعمل على إعادة الوضع إلى ما كان عليه تمكنت قيادة الجيش من توقف المدعو هيثم فؤاد عبيدي في محلة أنطليس الذي اعترف أنه أقدم بالاشتراك مع ابنتيه داليا وهودا على سرقة صندوق النذورات العائد لكنيسة القديسة تريزة في الحدث فيما تحقيقات مستمرة لتحديد ما إذا كان الموقوف طالعا بجرائم أخرى عثر عند شاطئ نامي على جثة المدعو هيثم حسيب شميساني 42 عاما كان قد اختفى من أمام محطة وقود يملكها في بلدة الصرفان منذ خمسة أيام وقد رجحت التحقيقات أن يكون شميساني قد خطف وقتل يوم اختفائه وحاول قاتله طمره في التراب على الشاطئ وقد حضرت القوى الأمنية والأدلة الجنائية وفتحت التحقيق لمعرفة ملابسات الجريمة